دكتور محمد معاية وزير المالية أعلن مجموعة من الأرقام المفرحة المبشرة قال الاقصاد يسير بثبات على الطريق الصحيح بفضل دعم القيادة السياسية والمواطنين وشركاء التنمية بيقول تفرح في أداء جميع المؤشرات المالية للدولة وملتزمون باستمرار برنامج الإصلاح بيقول 21 مليار جنيه فائد أولي بالموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي أول مرة أقرأ أن هناك فائدا في الموازنة العامة للدولة 21 مليار في 6 شهور انخفاض العجز لكل الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 3.6 من 10 بعد ما كان 4.3 من 10 4.2 من 10 28% و4 من 10 نموهم في إجمال الإرادات العامة معدل يفوق ارتفاع المصرفات العامة التي سجلت 17 7 من 10% ارتفاع حاصلة الضرائب سواء العقرية سواء المهن الحرة سواء المرتبات سواء القيمة المضافة زيادة الإنفاق في قطاعات التعليم 21% مهمة جدا والصحة 27% وفي جولة تروجية زي ما يقول وزير الاقتصاد المصري بدول الخليج وكوريا خلال الشهر مارس القادم خلاصة هذه الأرقام والكلام اللي أنا قلته إن احنا ماشيين على الطريق السليم ماشيين على الطريق الصحيح 2019 آخر جرعات العلاج المؤلمة إن شاء الله 2019 آخر جرعات العلاج المنهكة إن شاء الله شعب المصري هيفتكر هذه الأيام ويقول يا مكان في مشاكل وإن شاء الله قضينا عليها بالصبر وبالجلد وبالفهم وبالوعي إن شاء الله هذا العام سيكون فارق بينما كنا وهنا بنحاول نصلح حاجات أخطاء تاريخية في الموازنة وفي صياغة الموازنة في الدعم ومنظومة الدعم وكل هذه الأمور وإحنا بننطلق في اتجاه وإن شاء الله يكون لنا دور وإن شاء الله يكون لنا مكان في المستقبل المستقبل مش منتظر حد محتاج ناس تجري وناس تحارب وناس تسارع